اهلا بكل حضراتكم كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان في هذه التغطية الخاصة الصحفيون هم الهدف الاكبر للاحتلال الاسرائيلي في غزة وهذا واضح بشكل كبير منذ بداية هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة على المداري ثلاثة اشهر الماضية بالتأكيد هناك استهداف تام للصحفيين بلا رحمة او رأفة وذكر تقرير نشرته مجلة نيولاينز الامريكية ان اكثر من 109 صحفيين لقوا مصرعهم في الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة واضحت ان معدل الوفيات غير المصبوك اكبر الصحفيين على فصل حزنهم عن تقريرهم اوضح تقرير ايضا ان هذا الوضع انتدى الى جنوبي لبنان والضفة الغربية المحتلة واصبحت تهديده بالقتل روتينا يوميا وقالت مقدمة البرامج الحوارية ومراسلة تلفزيون فلسطينة رانيا حمد الله ان اي مراسل فلسطيني يتحدث عن اسرائيل فهو شهيد بالفعل واكد ايضا تقرير نيولاينز المجلة الامريكية اكد ان الالام الغربية تردد في القاء اللومة على اسرائيل في استهداف الالميين مما زاد الوضع سوءا وعندما يتعلق الامر بتغطية الحرب في قطاع غزة فان الصحفيين الذين يقومون بهذه المهمة غالبا ما يصبحون هم القصة ويضطرون لتحمل ثقل التغطية رغم كل التحديات والتقرير ايضا الذي نشرته المجلة ما عاش جات شحرور مسؤول الاتصال في مركز الدفاع عن الحريات الالمية والثقافية وهو مراقب مستقل لحقوق الصحافة في الشرق الاوسط وهو يوثق انتهاكات حرية الصحافة بعد معلم ان صديق المقرب عصام عبدالله الذي كان يعمل مصورا لصالح وكالة رويترز قتل في هجوم اسرائيلية عندما كان في بثا على الهواء مباشرة بجنبي لبنان واضطر الاستخدام كلمة قتيل بدلا من شهيدة هذا خلال وصفه مقتل صديقه المقرب وبالتأكيد هذا اثار انتقادات شديدة ضده وبحسب شحرور فان اسرائيل تحاول بشكل استراتيجي اسكات منتقديها الالميين الاكثر شعبية كما لو كانت تخوض حرب الروايات باستخدام القوة المميتة ونقلت المجلة الامريكية عن شحرور قوله بان الرب على هذه الهجمات كشف ايضا عن استقطاب في تقارير الحرب في وسائل الالم الغربية التي لا تكاد تبرز هذه الاحداث عكس وسائل الاعلام العربية ولتخط سلبية الاحترام الذي كان يمكنه لبعض المؤسسات الغربية بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم هذا وتجلى هذا بشكل كبير منذ بداية هذا العدوان الغاشم نتحدث عن عدد كبير من الصحفيين ولكن بالتأكيد ابرزهم خلال الفترة الاخيرة هو الصحفي وائل الدحدوح بعدما فقد اثنين من ابنائه وحفيدته وزوجته في الشهر الاول من العدوان الغاشم على قطاع غزة وبعدها خلال الايام او الفترة الاخيرة فقد ابنه المراسل حمزة الدحدوح ايضا تابعت المجلة بان الوضع فيه الضفة الغربية اكثر وضوحا وضربت المثال الحقيقة بحالة الالمية رانيا حندالة والتي اوقفت برنامجها بشكل كامل منذ بدء الحرب وتركز عملها مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وهي تقود اللجنة التي تركز على حقوق الصحافة في القدس وايضا انه منذ بداية الحرب على قطاع غزة دمرت اسرائيل اكثر من 66 مؤسسة اعلامية وصحفية فلسطينية بشكل كلي اوزئي هذا ما ادى الى تقطع سبل بالمراسلين في الميدينة بتأكيد ايضا من النقاط الهمة والتي تنوى لها التقرير قوله بانه استمرار اسرائيل في منع الصحفيين الاجانب من الوصول الى القطاع لم يؤدي في النهاية الا لزيادة الضغط على المراسلين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف قاسية للغاية فمن يبقى حيا من الصحفيين يتحملون عبء فقدان افراد من عائلتان بل ان بعضا منهم فقدوا عائلتهم بشكل كامل في الغارات الاسرائيلية وتحرص نقابة الصحفيين الفلسطينيين على التواصل مع المؤسسات المهنية الدولية حيث يقدمون صورا ومقاطع فيديو ووثائق مكتوبة الى الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسات تعني بحقوق الالميين سعيا لاثبات ان الجيش الاسرائيلي كان يستهدف الصحفيين كما قدموا مذكرة حيادية في المحكمة الفلسطينية الامريكية تسلط الضوء على الهجمات غير المسبوقة على الصحفيين الفلسطينيين وتذكر المجلة انه في 21 نوفمبر الماضي زار مدير الاتحاد الدولي للصحفيين رمالة لجامع شهادات الصحفيين الفلسطينيين الذين اصيبوا في الضفة الغربية وتعتبر هذه العملية شقة وملئة بالتأكيد بالعقبات البيروقراطية لكن شكليات ما تصف رنيح مضالة المرسلة الفلسطينية بالمناصرة الدبلوماسية تحجب الحاجة الملحة للمساعدات المادية اللازمة على الارض كانت هذه ابرز التفاصيل الخاصة بالاستهداف من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بعد هذا العضوان الغاشم على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة على مدار الثلاثة اشهر الماضية وكانت هذه النقاط التي اوضحتها مجلة نيولاينز الامريكية عن استهداف اسرائيل للصحفيين الفلسطينيين إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية وكنا نتناول هذه التفاصيل الهمة التي تناولتها مجلة نيولاينز الامريكية عن استهداف اسرائيل للصحفيين الفلسطينيين وأكثر من 109 صحفيين لقوا مسرعهم منذ بداية هذا العضوان الغاشم على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة على مدار ثلاثة اشهر الماضية شكرا لحضرتكم على طيبة المتابعة ودونتم في امن الله ورعاية اشتركوا في القناة